اشتركوا في القناة اللي هو المصطلحات اللي بتعطيني الموتف الحافز تمام في عندي مثال دائما بحطه قدام عناي لما اتحرك اللي هو رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة ان لم تبدأ بخطوة الالف ميل لن تتحرك ابدا من مكانك والثبات هو الفشل لذلك يجب ان تتقدم يجب ان تكون في طور الاستمرار حراجة في البداية المفردات في هذه الشهر الثاني مهم جدا انك تعرف المفردات ومعانيها معناها يستعير معناها يكسب او يربح او يجني معناها يدخر او يوفر يعني اللي هو بيجيب مصاري المقصود فيها انه بيخلي المصاري بين ايدي انه يجني نقودا واخر شيء اللي هي الممتلكات او الاشياء التي يمتلكها الاشخاص يسميها يعني ممتلكات لكن بهمني اروح على المعاني باللغة الانجليزية واعرفها لانه ممكن يجيني سؤال اختيار من متعدد يعني بيجيب لي هذا التعريف وبيعطيني عدة كلمات بيقولي والله يعود على اي كلمة بيعطيني اربع كلمات من ضمنهم فانا بدي احدد على اي كلمة بعود هذا التعريف او اي كلمة بعرف معناها يستعير اذن تأخذ شيئا من شخص ما and give it back وتعيده after using it بعد استخدامه for a short time لوقت قصير ثم الكلمة الاخرى to earn ومعناها اللي هو يجني او يربح to receive ان تستقبل وتتلقى an amount of money كمية من النقود in return كعائد for the work you do للعمل الذي قمت به كمكافأة يعني المقصود فيه اذن هذا من سميه to earn اللي هو يجني شيء to save معناها يدخل to keep money ان يحتفظ بالنقود for a future use لاستخدام المستقبلي اللي بيخبي المصاري ينزل بيقولك خبي قرشك الابيض ليومك الاسود فهي المقصود فيه ان بخبي مصاري للمستقبل هاي موضوع اللي هو to save و to make money اللي هو to make profit يعني بيحصل ربح او منفعة or earn money او يكسب نقودا يعني انا بقدر ان احكي لك والله to earn هي نفسها to make money نفس الشيء ثم بعد ذلك positions اللي هي الممتلكات او الاشياء التي يمتلكها الاشخاص something owned شيء ممتلك by a person من قبل شخص or a country او دولة يعني ممتلكات الاشخاص وممتلكات العقارات ولا اشياء التي يمتلكها الدولة يسميها positions اللي هي الممتلكات طيب نروح الان على المفردات الاخرى في عندي مجموعة من المفردات في هذه الوحدة ضروري نركز عليها miser بخيل bank note اللي هي العملة الورقية يعني الدينار العشرة الخمسة بنسميها bank note لكن بديك تركز على شغلة واحدة انه العملة المعدنية تسمى باللغة الانجليزية ايش؟ تسمى coin بننتبه على هاي الشغلات اذا اول شيء عندي هون اللي هي bank note اللي هي بنسميها عملة ورقية يعني المصاري المصنوعة من الورق بنسميها bank note لكن الكوين الكوين اللي هي العملة ايش؟ المعدنية زي الربع دينار زي العشرة قروش الخمسة قروش هاي منسميها كوين يعني عملة معدنية طيب ثم بعد ذلك penny penny هو زي الفلس او القرش ولكن هو يعني نقصد فيها انه كمية قليلة جدا من النقود بشكل قطعة معدنية صغيرة ثم coffin اللي هو التابوت to lead life معناها انه يكون في عنده نمط في حياته you lead your life يعني انت تقود حياتك ويكون في عندك نمط مخصص فيها ceremony اللي هي زي طقوس ومراسم bank account حساب بنكي ثم cheek اللي هو الشيك لما انا بكتب لك والله بدي اكتب لك الشيك تروح تصرفه من البنك طيب الان معانيهم باللغة الانجليز ضروري نفهمهم miser بخيل someone who has a great desire شخص لديه رغبة كبيرة جدا to have money لامتلاك النقود and hates to spend it ويكره ان ينفق هذه النقود هذا منسميه اللي هو ابو جلده البخيل طيب وبانك نوت اللي هو العملة الرقية a piece of paper يعني قطعة من الورق هو paper money يعني حدد لي اياها يعني نقود ورقية issued by تصدرت وتم اصدارها بواسطة bank اللي هو المصرف used as money تستخدم كنقود ثم بعد ذلك penny in certain countries في بعض الدول مش كل الدول اللي عملة تبعتها pennies تمام a coin of low value عملة معدنية لقيمة صغيرة ادفرنا بيقول لك ولا كلمة value معناها اللي هو قيمة طيب low يعني منخفضة اوكي منخفضة اذا قيمة وهذه عملة معدنية عملة معدنية قيمتها قليلة منسميها اللي هي البني لكن في بعض الدول كفن اللي هو التابوت هو عبارة عن صندوق بحيث الشخص الميت منسمي يوضع فيه حتى يدفن أو حتى يحرق في الدول الغير اسلامية طبعا واخر شيء اللي هي اللي موضوحها اللي هي المراسم والتقوس يعني حدث رسمي اللي هو الأحداث الرسمية زي مثلا طقوس الدفن وهي منسميها طيب ممتاز الآن خلينا نروح على الكلمات الأخرى اللي موجودة عندي هون وما ننسى إنه في عندي كلمة الحساب البنكي عبارة عن صفقة بين مصرف وزبون أو عميل يسمح لهذا العميل أن يقوم بتصدير وكلمة ترانسفير اللي هو نقل عملية نقل واستخدام النقود هذا منسميه اللي هو الحساب البنكي شيك اللي هو الشكل اللي بنحرره فيه الصق الورقي هو عبارة عن زي شيء أو أمر مكتوب على نموذج مطبوع يخبر البنك أن يدفعوا نقودا للشخص اللي محطوط اسمه على هذا الشيك طيب تقولي طيب أنت ليش دخلتنا في متى هاتي ليش حكيت لنا كل هاي الكلمات مهم جدا المعاني جماعتي في عندي أسئلة ممكن تخسرك علامات لأنك أنت مش عارف تختار ومش فاهم المعاني شف هذا التمرين الأمامي براكتس اللي براكتس على موضوع إيش المفردات ثري يعني من ثلاث سنوات كنت أنا حتى مش عارف شو كنت إيش مش عارف لم أكن قادرا على دفع ديوني معناها ديون وننتبه على حرف اللي قبل حرف اللي أنا حطيت تحتي هون خطوط هذا غير ملفوظ يعني يكتب ولا يلفظ تسميه يعني صوت أو حرف صامت وبالتالي إذن لم أكن قادرا على دفع ديوني لما أنا أكون لم أكن قادرا على دفع ديوني هل أنا كنت بخيل ولا بانك أكاونت شو بنك نوت عملة ورقية ما ليش دخل بيني لا إنما كنت إيش مفلسا وبالتالي بديك تحكي I was bankrupted bankrupted معناها اللي هو مفلس يعني كنت معلن إفلاسي على الحديدة لما أكن قادرا على دفع ديوني طيب على طول مباشرة بعدين نروح على السؤال الآخر في هذا التمرين ونشوف مع بعض شو اللي كتاب لي طيب everywhere في كل مكان we have a نحن نمتلك إيش بدو يتكلم عن شيء إحنا بنملكه who is always tense الذي دائما يميله إلى to collect money أن يجمع النقود and hates to spend it ويكره أن ينفقها مين اللي بحب يجمع الفلوس وبيكره أنه ينفقها أكيد حيكون اللي هو المائزر فالجواب الصحيح اللي هو المائزر طيب رقم ثلاث my father works 10 hours a day أبوي بيشتغل 10 hours a day الله يعطي العافية عشر ساعات في اليوم بيشتغل طيب a lot of money الكثير من النقود طيب ليش بيشتغل عشر ساعات حتى أنه يكسب حتى أنه يستعير حتى أنه يقود نمط حالة حتى أنه يجني الكثير من النقود so to earn a lot of money حتى أنه يجني الكثير من النقود وإحنا ما نبطل محتاجين أي شيء وحاول أنه يعطينا كل شيء إحنا بإذنية طيب ممتاز الآن نروح على فقرة الكمبرهنشن اللي هي المصطلحات والمفردات شوف الآن أجدني فقرة بدي أعرف أتعامل معها أنا هون موجود حتى أورجيك كيف تتعامل معها أعطاني والله طبعا هذا العنوان أنه النقود لا تجلي بالسعادة وهذا العنوان الوحدة اللي هي في امتحان الشهر الثاني منقرأ منقرأ منعرف أنه مستر لين وازري الهارد ووركينج إحنا قرأناها وعرفناها هاي ولكن مراجعة كان شخص بخيل جدا وكان يتعب ويشتغل كثير وفي كل يوم كان يشتغل في كل يوم من 10 إلى 12 ساعة كان ينام يعني كان نومه خفيف جدا لأنه وقته طويل بده يشتغل الزلمة كان عنده هدف واحد فقط في عقله شو الهدف؟ أنه يجني الكثير وينفق أقل ما يمكن من هذه النقود كان بخيلا لان الفكرة أني أنا أقرأ بعد ما أقرأ الفقرات بدي أشوف السؤال شوف 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 هل ما كتب لي بيربس كل كلمة بيربس هي نفسها أصلا هي أصلا كلمة بيربس نفسها هي تساوي أيم ربيك تعرف شغلة واحدة أنه بيربس تساوي أيم خلص يعني أنا لازم يكون في عندي قدرة على التعامل مع المرادفات أيم معناها هدف أو غاية و بيربس معناها هدف أو غاية طيب ممتاز إذن ما كان الهدف من العمل عادي من السعادة لديه ليش كان يشتغلي كثير إيش الفكرة منه الفكرة من كل هذا العمل الطويل إنه يجني الكثير من النقود إذن شوف 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 نحكي والله The aim The aim of working The aim of working OK Too many hours A day For Mr. Lin For Mr. Lin was ها شوف كيف Was إيش؟ ننتبه عهال Mr. Lin was كان إيش حتى يجمع الفكرة أنه كان يشتغل كثير حتى يجمع لو أنا ما كتبتش كل اللي أنا كتبته أستاذ وإنت كتبت من عند هل هذه صح؟ نعم صح بإمكانك أنك تجاوب لكن كل ما كانت إجابتك منمقة بيكون الشكل ألطف وأفضل إذن كل الهدف من شغله ساعات طويلة في اليوم بإمكانك أن يحكي والله حتى أنه يكسب إذن أبدأ أستخدم مفرد من المفردات اللي كانت معي في الدرس سؤال رقم اثنين على ماذا يعود الضمير اللي تحتي خط؟ من الذي كان بخيلا؟ أكيد ما في الشغير واحد اللي أنا ذكرته اللي هو مستر لين إذن رفرز تو اللي هو مستر لين هذا الضمير إذن الضمير هي أوكي رفرز تو مستر لين الجواب الصحيح أنه يعود على السيد لين طيب ممتاز تعالوا الآن نروح على فقرة أخرى يلا مع بعض الفكرة أنه إحنا نحل قدنا من نقدر هاوذر مع ذلك الآن انتقلنا من مستر لين لفقرة ثانية اللي هي الهلال الأحمر ده ريد كرسنت طيب ومع ذلك ده كرس ريماندد ده آتمان إمبير يعني الصليب ذكر الإمبراطورية العثمانية بالحروب السابقة ضد جنود يحملون عالما مشابها لذلك السلطات الرسمية العثمانية استخدمت الهلال الأحمر حتى إنها تعلم سيارة الإسعاف بدلا من موضوع الصليب الأحمر في وقت لاحق بعض الدول الإسلامية أو الأخرى يعني قبلت بهذا الرمز وتم اعتماده وتبنيه بشكل رسمي سنة 1929 سوفار حتى هذه اللحظة 33 إسلامي كنتريز 33 دولة إسلامية اعترفت بذريد كرسنت اللي هو الهلال الأحمر قرأنا الفقرة أهم شيء نقرأ أي فقرة بتجيني في السؤال لازم أقرأها ما أروح على الإجابة بالمرة لازم أفهم طيب سؤال رقم واحد ليش السلطات الرسمية العثمانية استخدمت هلالا أحمر حتى تعلم سيارتها مش إحنا حكينا إنه الهلال أو الصليب الأحمر ذكرهم بإيش ذكرهم بالإمبراطورية والمآسية والحروب ضد إيش ناس بيحملوا نفس العلم لذلك غيروها بناء على إنه كان في عندهم أشياء كان ذكرهم بحروب الماضي فهم شو السبب 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 بسبب أوكي اللي هو الصليب الأحمر شو ما لهم ذكرهم بإيش أشياء 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 بإيش شكل سريع لجنمر إحنا هون اللي هي محددات الكميات اللي هي إيشي مع معدود إيشي مع غير معدود لكن إحنا هون اختصرناها بشكل سريع تستخدم للتعبير عن كمية كبيرة أنا باستخدمها حتى أعبر فيها عن كمية كبيرة لشيء لكن هذا الشيء قد يأتي ونركز مع بعض شوف كيف إذن اللط أوف تستخدم مع كميات للتعبير عن كميات كبيرة مع شيني يعني المقصود فيها اللي هو اسم معدود لكن في حالة الجمع إذن هذا معدود لكن لازم يكون في حالة الجمع إذن أنا بدي أحكي مثلا كلمة هذا معدود بقدر أحكي طلاب لكن بدي أحكي شوف كيف هذا مع المعدود بنحكي a lot of stew بأسوها بحالة الإفراد لا بأسوها بحالة الجمع إذن نركز إنه a lot of بأستخدمها للتعبير عن كمية كبيرة مع المعدود وغير المعدود إذن أنا بدي أستخدمها مع المعدود لازم يكون هذا المعدود في حالة إيش plural الجمع إنما أنا بقول لك والله يعني أنا بدي كثير من المي مثلا أنا حاب أشرب كثير من المي بقول لك a lot of water please يعني أنا هنا استخدمتها أيضا حتى أعبر فيها عن كمية كبيرة من المياه والمياه يسمى له uncountable غير معدود إذن أنا استخدمت a lot of حتى أعبر عن كمية كبيرة مع معدود وغير معدود إذا استخدمتها مع المعدود فيجب أن يأتي هذا المعدود في حالة الجمع تعالوا نروع البعديها little and little طبعا نستخدمها حتى نعبر فيها عن small quantities كميات بسيطة وصغيرة of uncountable nouns لكن من نركز إنه little و a little التنتين يستخدموا بس مع uncountable يعني أنا بستخدمهم مع غير a-ish المعدود إذن little و a little والفرق بناتهم إنه مع إضافة a بتصير قليل لكن كافي يعني مثلا بقول لك والله i drank a little water i drank a little of water يعني أنا شربت القليل من المياه لكن لما حكيت little هو صحيح الكمية قليلة لكن كفتني خلاص اكتفين إذا قلت i drank little water يعني أنا شربت مية قليل هون أنا قليل لكن ما اكتفيت إذا الفرق بين a-little و-little إنه ال-a مع اللittle أصبحت كافية حتى وإن كانت قليلة few and few برضو هاي ال few and few معناها قليل تستخدم small quantities كميات بسيطة لكن بستخدمها هون مع إيش بستخدمها مع countable nouns في حالة plural اللي هي الجميع يعني مثلا بدي أقول لك few cars ها i boat أنا اشتريته أوكي for example بلاش I boat خلينا نشوف واحدة ثانية بنحكي على سبيل المثال إذا أنا بدي أطرح طبعا few مع اسم مع دود بنحكي مثلا I owned I owned few cars أوكي يعني أنا امتلكت عدد قليل من السيارات I owned few cars I owned امتلكت few cars معناها سيارات قليلة شوف كيف أنا استخدمت هون few حتى أعبر فيها عن كمية قليلة لكن لإسم معدود وهذا الإسم المعدود جاء في حالة الجميع كارز ما قلت I owned few cars بحكي I owned few cars إذن تجي مع الإسم المعدود في حالة الجميع للتكلم عن كمية قليلة أما much فهي تستخدم much طبعاً much والmoney تستخدم للكميات الكبيرة لكن حتى إني أفرق بناتهم باختصار شديد المatch تستخدم مع غير المعدود للتعبير عن كمية كبيرة والmoney تستخدم مع المعدود للتعبير عن كمية بسيطة لكن بننتبه أنه هون أيضاً المoney بتجي في السؤال والmatch أيضاً في السؤال فأنا بإمكاني أن يحكي how much للسؤال عن شيء غير معدود وhow many للسؤال عن شيء معدود بنركز في هاي الأمور طيب ممتاز ثم بعد ذلك بنكمل as much as many as little as هذي بنستخدمها حتى إنه نتكلم عن دائماً بس نشوف حبايبي ال-as وال-as فهذه بنسميها اللي هي equality هاي بنسميها اللي هي equality وكلمة equality معناها التساوي إذن أنا بدي أسوي تساوي بين شغلتين بحكي بنفس القدر as little something as as much something as يعني أنا بدي أشبه الطرف الأول بالطرف الثاني بمقدار هذه الكمية أو هذا الصفة فعلى سبيل المثال بجي بقول لك إنه بنستخدمها مع ال-countable مع الاسم المعدود والاسم غير المعدود مع الأشياء حتى أعبر فيها عن equality اللي هي التساوي ثم some فكلمة some معناها بعض تستخدم some with plural countable مع الاسم المعدود لكن في حالة إيش؟ في حالة الجامع ومع الأسماء غير المعدودة in positive sentence في الجمل المثبته في الجمل المثبته بقول لك مثلا I need some water please I need some water please يعني أنا بحاجة إلى بعض المياه لو سمحت رجال فأنا استخدمت هون some حتى أعبر فيها عن بعض هذه الكمية لإسم غير المعدود وكذلك الحال بقدر أن نستخدم some مع الاسم المعدود لكن في جمل الإثبات إنما any معناها أيا أيا من تستخدم مع الاسم countable المعدود والاسم الغير المعدود لكن في حالة negative إنه في وفي حالة اللي هو question السؤال إذن الأني باستخدمها في النفي والسؤال بقول لك I don't need any water يعني أنا لا أحتاج نهائيا لمياه أبدا أو مثلا Do you have any for example orange juice in your refrigerator هل عندك أي من عصير البرتقال في الثلاجة إذن استخدمت أني في النفي والسؤال وhow much وhow many تستخدم للسؤال واحدة how much تستخدم للسؤال عن الشيء الغير معدود والhow many تستخدم للسؤال عن الشيء المعدود طيب في النهاية تعال نشوف أنا وياك ونحل الأسئلة Have you got هذا سؤال طيب الآن في حالة السؤال وفي حالة إنه في حكاية منستخدم اللي هو any وبالتالي هون ما منستخدم لا فيه ولا أي إشي على طول لما نشوف سؤال فمنحكي any So have you got any pizza with Spanish هل عندك أي بيتزة مع السبانخ هذا استخدمت معها أنا لأنا أجد في حالة السؤال ثم how لما تشوف how خلص يا بتستخدم many how much حسب الكلمة البعد الفراغ شو أجد الكلمة البعد الفراغ هون كلمة friends أصدقاء مجموعة بما إنها جمعت فهي شيء معدود إذن بدي أسأل be how money be how money Mr. Len wanted to spend as money as possible لما أنا أشوف as و as إذن هذا تساويم نسميها equality فأنا ما بنحكي والله as few as لأن الكلمة البعد الفراغ شو أجدت هون money و money هي عبارة عن uncountable يعني غير معدود هذه الكلمة غير معدود إذن أنا few بستخدمها مع المعدود فأنا بستبعدها طير في عندي أنا هون money مع المعدود فأنا بستبعدها في عندي some وفي عندي little لكن أنا بدي أحكي إنه little أنا ما بحكي as some أنا بحكي as little as as much as as money as إذن سم لا تستخدم في الجواب الصحيح نحكي as little money as possible بهاية طريقة من جواب على هذا السؤال ثم بعد ذلك في النهاية تكون وصلنا لختام هذه المراجعة لامتحان الشهر الثاني وفي النهاية بتحكي لنا أو الأستاذ عصامي بيحكي لكم to the best students in the whole universe إلى أفضل طلاب في العالم كله I wish you having pleasant grades أتمنى لكم أطيب وأفضل العلامات the best platform ever أساس أفضل منصة على الإطلاق منصة أساس ستتمنى لكم hopes you flourishing future مستقبل مشرق حتى ألقاكم في دروس ومراجعات قادمة أتمنى لكم أطيب الأمنيات والعلامات ودمتم بخير اشتركوا في القناة شكرا